اشتركوا في القناة اللي هو موضوع الموارد المائية كيف ما تشوفوا نحن توجدين مباشرة في منطقة بنمتير وتحديدا على ضفاف سد بنمتير اللي شهدوا فيه ورائي باش نتحدث على المخزون المائي بعد الامطار اللي كانت نزلت في شهر جانفي وكذلك ان شاء الله بداية الغيث النافع من ليلة البارح الاكيد انه تحسن في مختلف المؤشرات مؤشرات تعبئة الموارد المائية في سدود الشمال ثم حتى سدود اللي وصلت نسبة التعبئة فيها مئة بالمئة للحديث اكثر حول هذا الموضوع باش يكون معنا ضيف سي ايمن الخميري اللي هو رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة اللي رحبوا بيه مباشرة على التلفز الوطنية التونسية سي ايمن مرحبا بيك الاكيد انه ثم تحسن وثم ارتياح للتحسن هذايا بالنسبة للموارد المائية في الشمال الغربي وتحديدا في ولاية جندوبة سي اخير ومرحبا بمشاهدية الوطنية الاولى بالنسبة للموارد المائية بولاية جندوبة كما تعرفوا معنا في شهر جانفي شدنا معنا كميات هامة من الامطار هي كميات هامة ومهمة هامة من ناحية الكمة حيث سجلنا معنا 50 مليمتر اقلها في بوسيل يبلغنا 240 مليمتر في موطن ديت عين درهم ومهمة هذه الامطار كذلك معناه الموسم الفلاحي تعرفوا معناه انه ولاية جندوبة معروفة على ان النشاط الاساسي للمتاحه هو نشاط فلاحي دونك الامطار هذي كيف كيف معناه كانت عندها الاثار الايجابي على السيلان بمختلف الاوديا بجندوبة نذكروا معناه واد مجردة والروافد متاعه اللي هو واد مهم هذا الواد معناه موجود عليه سد سيدي سالم اللي موجود بولاية باجا كذلك عادنا معناها واد غزالة اللي موجود بفرنانة هذا الواد معناه موجود عليه سد بوهارتما اللي معناها شهدنا معناها نسبة تعبئة مهمة بسد بوهارتما بلغ المخزون الحالي 64 مليون متر مكعب اللي هو كان معناه في اول شهر جنفي 24 مليون متر مكعب وهي تعتبر ايرادات هامة وعلى اهمية سد بوهارتما اللي هو سد مهم اللي موجود عليها مساحة هامة ساقوية بولاية جندوبة كذلك عادنا معناها سد البلبرة اللي موجود في محتمدية فرنانة هو شهد معناه نسبة تعبئة فاقة المياه بالمياه حاليا يتبلغ فيها الكميات الموجودة في السد تقريبا 58 مليون متر مكعب هذه معناها كميات معناها هامة وتعاونها في الموسم الصيفي خاصة عن طريق تحويل المياه سد برابرة الى سد بوهارتما اللي منه معناها كيف كيف قلنا معناها يستعمل للري ونسبة منه تستعمل الماء الصارح للشرب الكميات هذه من الإرادات بالنسبة لسد من المتير في أول شهر كان فيه الكميات تقريبا 14 مليون متر مكعب بلغنا حاليا 24 مليون متر مكعب يعني إرادات بلغت 12 مليون متر مكعب هي هامة كميات هامة لكن تبقى ناقصة الحقيقة نأمل أنه في الفترة الجاية ما تكون عدنا كميات من الأمطار ساهم في سيلان الأودية بالمنطقة ليس تتمكننا من تعبئة صد بن يمتير اللي هو صد هام كذلك في تزاود الماء الصارح للشرب بولاية جندوبة وبولايات تونس الكبرى إذن؟ أكيد أنه ربما الإرادات هذه مهمة جدا خاصة بالنظر لما جاهدناه في الصيف الفارت من الصعوبات سواء في القطاع الفلاحي أو كذلك في مياه الشرب طبعا معناها كما قلنا الأثر الإيجابي مش كون موجود معناها على الموسم الفلاحي ضعفوا اللي الموسم الفارت كان موسم جفاف وشدنا عديد الصعوبات من ناحية تزاود بمياه الصارح للشرب وكذلك تزاود بمياه الرأي في المناطق الساقوية وإن شاء الله هسنين كونوا معناها في الموسم هداية تكون معناها تعبئة بنسب هامة مش تمكننا مش نعديهم الموسم الفلاحي في الصائف القادمة معناها على أحسن ما يرام كذلك بالنسبة للسد ملايك اللي هو ربما مهم جدا زادة بالنسبة لولاية جندوبا اللي عديد المناطق الساقوية اللي هي الرأي متاعها يتم عن طريق سد ملايك ونوصلنا تهو في السجد ملايك بالنسبة للسد ملايك هو سد موجود في ولاية الكاف للأسف الأمطار الأخيرة ما كانتش بكمية كبيرة في الحوض الصابابة والباسان برسون بتاع ويد ملايك إذن كانت تعبئة معناها بنسب قليلة ضغ حاليا تهو 15 مليون متر مكعب تبقى معناها كمية قليلة وكما قلنا إن شاء الله في الفترة القادمة نرجع معكم كنا نتحدثوا على تحسن المخزون المائي في السدود شكرا لزميلة حسن الكريمي من بني متير كان معنا في ربط مباشر نعتذروا على انقطاع الخط نمشوا لصابرين شورا ثم نتحطوا بعد قليل على استخدام بخوجي مشروع عندي فكرة أحنا بش نبدأوا في المقرونة خالينا الماء يسخن بالطبيعة ونحطوا المقرونة تتسمط من بعد بش نبدأوا في السوس بلانش ولا سوس بشاميل كل واحدة شنا يحب يسميها نحطوا زبدة حتيت 50 جرام هنا ونحطوا معاها الفيرينة مغرفتين كبار نخلطوهم بالكدي من بعض بش نبدأوا نزيدوا الحليب بشوية حتيت نصيت رحليب بش ناخدوا نكملوا الازيتاب بالفوي على خاطة بش نزيدوا الفروماجة يذي تعاوننا أكثر أنه في الساعة يضوب بفصة السوس بتاعنا بش نحط شوية بركة في الفلاكحل وبالنسبة للملح بش نحطوا طرف على خاطر جبن ملح احنا نخلطو أول حاجة بش نزيدها هي جبن اللي قلتلكم بالثوم نجموا ما نحطوه شو نحطو جس فاست ثوم صغير يبدأ مرحيم معاني نحطو هذيك نكملو نخلطو على فكرة الغسيت اذين نجموا نزيدوا فيها شفغيت ولا نجموا نزيدوا فيها جيج يبدأ مقصو سطرف الزغار يعني وإلا سامبل كيما نهاكية نجموا نحطوه تون زيدا التون يتحط في اللخر بالطبيعة مش مش فوست السوس إذين حتى راو بنسبة للشفغيت ولا للجيج نحطوه كي تكمل الطيب في اللخر فوست السوس وإلا فوق المقرونة نزيدوا طوا جبن هذي نوعات في الجبن خطر ملاحس النوعو فيه هذي البازم تاع الغسيت ايا دجاس اما ما كان تشيز تشيز يعني باشا نكثروا مجبونات والمكة على المقرونة هيكا ما كان تشيز نحطو توا جبن هذي كريم تاع فخوماج نكملو نخلطو نكملو نخلطو حتى لين جبن الكلو يذوب يجينس في السوس تعقد السوس تبدا تباقبق شوي يعني سابون تابت يعني الاحلي بتاب فوست الزينجريديون الاخرين الفيرين والكل بعد باش ناخدو الطباق اللي باش ندخلوه للفور الطباق هذيكا هو اللي باش نحطو فيه المقرونة بعد ما نستقطروها بالقدام المامتاحة ونصبوه السوس نخلطوهم مبعاظهم بالقدام وندخلوهم للفور يوليو كراتيني سيدنا ونجمو ما نعملو هيش لتاب هذيه اما هي تنجح انها تعملك الكوش الفوقانية تبدأ تتقرمش ويعطي حاجة كراتيني تكون يعني حتى على المنظر ازيان ونفس الحاجة هذيه السوس هذيه نجمو نعملو بيها الروز وإلا البطاطا بوري معناتها توكل مرة نوريكم كيفاش نفس مثلا السوس نجمو نعملو بيها برشا حاجات خرينة يعني ماش مربوطة بحاجة واحدة ماش مربوطة بالضرورة مقرونة كهو ولا حاجة منك كيكا نخلطو كيما قلتلكم نواصعو بيها حتى لين جبن كلو يذوب راهو نازم جبن يذوب فست السوس هذيه يصلاتا بش نواريه لكم كيفاش كمالت زيانتها عملت البريزنتاسيون متاحا الهني حتيت كيما وريدكم قبيل للجرجير حتينا الكلمار حتينا الكيوي قلنا الراهي الغالة تنجح مع السلاطة حتينا البيتراف قلنا طيب نيه طيب نيه بقشرتو البيتراف وبعدي كان قصوه تروف بعد ما نقشروه أكيدا حتينا الفلفل أصفر شوينا فلفل أصفر نجمو نحطو فلفل أخضر حلو عادي نشوي به حتينا بصل شوي نيه بطبيعة زيدا بش ما طعموا يكون أخفا كيما يقاتش الجوم تاعو من بعد في الفم حتينا تماتس غيز والجرجير والفقوس اليوم البازم تاع صلاتتنا هاو كجرجير مش ليتو كل مرة نبدلو دجاحات الليتو في برشة أنوية وكل مرة نحطو حاجة منهم باش هكيك الوحدي نوع ما يفدش مصلاته وقومتون يكل خذرة ويستنفع من منفعتها حتى صغار كيشوفوا ألوين تعجبوا ما كيك عايشك فاطمة نقول لكم بالحق لسالات متاع سابرين كين ما تضقوهمش فدتكم برشة حاجة تعتيك الصحة على كل حالة تعتيكم أفكار أحلوة برشة معليكم كين تطبقوهم وهكا يزم واحد يشري برشة حاجات على القيلة يهون في الإسالات مشكورة سابرين شورا شكرا لك احنا نواصلوا معاكم الآن ونستقبل ضيفتي تحضر معايا في البلاتو ستارتابر سابرين إشن نيوي صاحبة مشروع أهله سهله ومرحبه بك عسلمة وعيش شكرا على الخضور شكرا على الاستضافة ومارسي بكو بيه سابرين بش نتحطه على المشروع متاعك أنت عملت فكرة مشروع موسى بو وأطلقته وقعدت تشتغل عليه توا عندك خمسة شهور من اللي أطلقت المشروع هذا يبدأ يخدم لكن أكيد الدراسة والفكرة عندها مدة وانت تخمم فيها وقعدت تشتغل عليها سؤالي مشاهد متعلق كنا نتحطه على الهجرة وهجرة الكفاءات خممتش بش تهجري يا سابرين أنت في قلب الموظفوة أنفت أنا قبل قبل وقت مقبل الكوفيد وكل كنت نحضر في أوراقي بش نعمل اليميغراسيون مثال كندا ووقتها ديجا عملت تاست الكل ونجحت فيهم وخذيت مع تمام سيرتيفكات أكسبتاشون وكل وكل بعد جي أنا ديجا وقتها عندي فكرة المشروع مقبل أبخي من بعد في وقت الكن في الماء وكل كي قاعدت في دارنا مع مما وبابا وكل وعائلتي وكل شي حاسيت كي ما كعرفت كاللحمة العائلية سحي لا تنجم شوية ديما تصعب عليه الحقيقة أنه يهجر ويخالي عائلتك يا أخي وقتها نحن نكون معتها في الدار قاعدين وكل شي قلت هيا نعاود 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 ندرس المشروع وهذاك شنو عملت دونك وقتها بديت قلت والله نحب نعاود نحيي المشروع اللي كان في مخي من 2018 وقتها نحن نتا في عبريل 2020 كهو تخلت في مشروع يعاود للمشروع بيش يعملوا دراسة المشروع بيتحاولوا من فكرة إلى مشروع دونك تخلت معاها من وقتها كهو دونك في جيه 2020 خرجت أول بروتوتيب وأنا معاهم عملنا لولي تيست ومبعديك أعملت أنا دخل كونكور دوستاختب مع مشروع لبنيني تابع الاتحاد الأوروبي إخي جيت أنا بين المشاريع التوانسة لربحة عملنا أربع 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 من كل بلاي والفلوس اللي عطوا هالي هي اللي خلتني انتلقت بيهم في المشروع أكيد دراسة المشروع هاما لكن آلية التمويل أهم يعني لهنا أنا نقول يومي زوزين شوما بعضهم على خاطر أنا معنتها عطيت بارشة وقت في دراسة المشروع عملت أكثر من ألف استبيان رقمي وحكيت مع أكثر من خمسمائة عابد معنا تبيني وجه في وجه وقتها في وقت الكوفيد خاطر وقتها نعمل معهم دي غيونيو يماجين نقول لنتي شنقابلك من التسعة لتسعة ونوص لاخر قابله من العشر عرفت دوق انت تشتغل هنا في فكرة بعض المشروع متاعك على المنتوجات مواد التنظيف اللي هي إيكولوجية لهنا طبع الخاص هذية الإيكولوجي عليش اخترت أنه تشتغل على النوعية هذية هل تعتبر أنه هو مشروع كبير وينجم يزيد يكبر وإلا المدة متاعه ممكن ما تفوت الشي ثلاثة سنين نحن نسميهم متأخرين نراه في تونس كنا نقارنه في علاقة بالمنتوجات الإيكولوجية والناتوريل بعالقة بالبلدين الأوروبية ولا البوليات المتحدة الأمريكية ولا تستيغا هما بدأت لهم من 1970 بدأوا بيصنعوا في البرودوية هذوما وبعدوا على البرودوية الأخرين اللي هما يضروا أولا بالعباد بالصحة متاع العباد وثانيا بالطبيعة والانفيرون معه معنات دونك بالعكس نجو بانس اللي نحن نتوى في الوقت الموهن ناسب اللي هو نبديه ونخم ونحن في بديل تونسي بدأت مشروع تونسي مش برودوية مستورد غالي على العباد ينجم معناها العب ينجم يشري معانتها معانتها ما يظهر لوش مش في منتعني إلى أي مدى تنجم تطور في بعث المشروع متاعك هذا؟ أفكاري ما تقفش أي معانتها عندي أحلام تتعدى حتى 15 سنة خارجة بي؟ حاجة هي لأ حتى الإنسان عنده أحلام وعنده طموحات ينجم يوصل أنه يحقق أي أما عرفت أنا حلمي الكبير كبير كبير هو نحب نعمل أول معامل 100% معتها في تونس اللي هو معنات إيكولوجي إيكولوجي أوتو سوفيزان هو غالي بارشا معتها يسمو بارشا أما نقول بطهتك نحب نحلم هكذا نحل المعامل في شانغاي هكذا كل يعجبوني على منها تحافظ على البيئة لأن البيئة متاعنا ملوثة بما أنه معندها العمليات التصنيع اليوم قاعدة تضر بالبيئة ومنها معندها مواد التنظيف هذه يا زيدا اللي عندها نعكسات وتأثيرات بيئية أكيد كبيرة برش منك تتحدث على الاقتصاد الأخضر نتحدث عن اليومة على إيكونومي فيغت اللي النوسيون هذه تحدثنا فيها برشا مرات إما ما وصلناش لمرحلة أنه نطوروها في تونس بي طموحاتك كبيرة وإحنا نتمنى لك التوفيق في العملة متاعك هل من تشجيع لي أنه سليليومة بحثوا على بديل وما لقاوش خموا في الهجرة وما نجموش لكن في المقابل يقول لك بيش نعمل مشروع وإلا بيش نبعث مشروع يلزم برشا وقت ويزم برشا تكاليف ويزم برشا فلوس ولكن بيش نلقى تعطيلات إدارية من ناحية أخرى شنو تنجم تقول الناس اللي تخمم بالطريقة هذي نحب أن نقول لي أي مشروع في حياتك فيه تضحية العرس تضحية الصغار تضحية كل شيء تضحية مع تباكش تقطع من حاجة بي لكن ما تضحيش كيف المشروع تضحية بيش تضحية من الأول بيش تضحية ما ترقج بيش تخدم برشا بيش تخدم بيش تخدم خدمة بيش تفي ناصي بيها المشروع من ديها بيش تضحية ما بناب بحاجة أنت كنت عندك بيدي هي بيش تستسلم فيها بيش تضحية بحياتك معناتها هي حلمة ويجب أن تمشيها للأخر خاصة لإنساني عنده أفاق ويطمح للنجاح مشكورة جدا أعيش شكرا لك سابرين الشناوي صاحبة مشروع اليوم نتحدث أيضا على دعم إطلاق وإنطلاق الشباب في أنهم أيضا يبعثوا مشاريع اليوم الدنيا تطورت التكنولوجيا والمعرفة تطورت أيضا نتحدثوا على اقتصاد المعرفة نتحدثوا على تكنولوجيا نتحدثوا على رقمنا نتحدثوا أيضا على ذكاء استناعي نشوفوا التقرير الموالي ثم نعود سنتحدث أيضا على شنوما الوسائل والتدابير والمؤهلات اللي يلزم تكون عندك بيش تنجح في مستقبلك مصطلح الذكاء الاستناعي أكيد نسمع به برشا واقترن دايما بالخيال العلمي سواء ألعاب الأطفال أو الخيال بصفة عامة لكنه أصبح جزء من حياتنا اليومية ومستقبلنا بفضل تقدم العلمي ونشوفوه يتجلى في عديد الاختراعات الجديدة اللي كانت فقط مجرد توقعات لكن الآن سهلت الحياة كما الهواتف الذكية والروبوتات تكنولوجيا الذكاء الاستناعي تعمل عبر تحليل وفهم البيانات وترتيبها حسب المطلوب بشكل أدق وأسرع بكثير من البشر ويعمل عبر الخوارزميات وتستخدم هذه التقنية في مجالات الطب والتقنيات الحديثة والاتصالات والمجالات العسكرية والاقتصادية وحتى الفنية وعالم التجميل الذكاء الاستناعي هو كيف نجعل الإيلة قادرة على التفكير واتخاذ القرار بطريقة شبيهة للعقل البشري وأحيانا تتفوق على العقل البشري كما في مسابقة لعبة جو تفوق الكمبيوتر ألفا جو على بطل العالم في اللعبة الكوري الجنوبي ليسيدول مما يشهد على التطور العلمي الكبير في مجال الذكاء الاستناعي وفي آخر الاختراعات في عالم الروبوتيك عدة علماء وخباراء التجهل لتصنيع الروبوتات شبيهة بالبشر بشكل كبير شركة هانسون روبوتيكس سمت الروبوت الممرضة بملامح ومهارات شبيهة بالبشر مخصة لرعاية كبار السن والمعزولين وللتواصل مع الناس عاطفياً وهو ما يمكن أن يغير عالم الرعاية الصحية وكذلك من أحدث الابتكارات سمت شركة بريطانية إنجينيرد أرتس روبوت أميكا الأحدث في العالم والأول من نوعه من ناحية الحجم والأقرب للبشر في ردات الفعل والإيماءات ويبدو أنه اللي شاهدناه في الأفلام يصبح حقيقة بفضل الذكاء الاستناعي لكن الكثيرين أبدو تخوف من هذا التطور العلمي الشبيه بالخيال في تكنولوجيا الذكاء الاستناعي وخاصة مجال صناعة الروبوتات اللي تشغل عديد الوظائف حاليا عودة للبلاتو شكراً رانيا قفساوي وأيضاً نسرين بريك على إنجاز هذه التقارير لليوم نرجو معكم للبلاتو نتحدثوا كل كتاقة نتحدثوا اليوم ونواصلوا في نفس التواجه اللي تحدثنا فيه كنا نتحدثوا على الهجرة وهجرة الكفاءات وتحدثنا أيضاً على باعثين المشاريع وأصحاب الأفكار اللي يطلقوا مجريحهم هي مشاريعهم هي حلمة حلمة كيفاش تمشيها للأخر كيفاش تنجم تثيبر وتنجح أكيد العملية ليست سهلة أكيد يلزمها قدرات ويلزمها مؤهلات باش تنجم تنجح وتوصل تنجح باش نتحدثوا في الموضوع هذي خصي سنتحضر معنا أخصائية ومدربة دولية في التنمية الذاتية مدام ليلة عبدالقادر أهلا بك مرحبا صباح النور صباح الورد والعسل والجمال ورحة البالية أتيك الصحة شكراً لك نتحدثوا اليوم إذن أنت تبعت معنا مختلف المواضيع اللي تناولناهم في الحصة ونلقاهم من النقيذ للنقيذ نلقاهم الناس اللي غلبها اليأس ونلقاهم الناس اللي غالبها الأمل باش تنجح وباش تقدم ورغم الصعوبات ما تقفش عند الصعوبات وتقدم اليوم موضوعنا شنوى المؤهلات والقدرات اللي تنجم تكتسبها باش تنجح كيفاش؟ أول حاجة نحب نوجه تحية للأخت اللي كانت قاعدة صابرين لأنه هي أعتقد تعتبر من الناس اللي ماشيين في الخط الصحيح باتجاه النجاح مقاومات أو شروط النجاح أول حاجة يجب أن نستعمل أو نختار وننتقي مصطلحاتنا حيث لازم تكون مصطلحاتنا مصطلحات إيجابية بمعنى أنا أريد النجاح ولا أقول أنا أخاف من الفشل وهوني أول نقطة كما قالت الأخت صابرين ففعلا أنا أعجبت بهذه الشخصية إن شاء الله نتمنى لها التوفيق بما أنه الموضوع اليوم نجاح ونجاح فالموضوع أنا عاملة فيه دورة كاملة وبالتالي أنا اختصرت في كم ورقة اسمحوا لي اليوم استعمل كم ورقة حتى لا نخرج من إطار النجاح طيب مهم جدا كيفاش تنجح كيفاش تنجم تقدم هي قالت صابرين خلينا ناخذوا من تجارب حياة قالت عندي حلمة والحلمة كبيرة ونسعى باش نحققها منعرش قدش تطلب وقت لكن هي عندها هدف في فكرها باش تطبق الحلمة امتاحها هل هذا أساسيات العبد اللي يتمح أنه ينجح قد تكون لأنه ممكن أن يكون نجاحي أنا بداية حلمة ممكن أن يكون نجاحي أنا هدف واضح ومحدد هي عندها هدف واضح ومحدد ولكن اعتبرته أنه حلم أهم حاجة أننا عندما نجرب ونعيد التجربة لو لا قدر الله لم ننجح ونرجع نعيدها إلى أن ننجح لأنه من أساسيات النجاح أن لا نستسلم الإصرار يعني الإصرار والمثابرة لأنه من غير إصرار من غير مثابرة قد مثلا أول خطوة نعملها نرجع إلى الوراء أو نلف يمين أو يسار فبالتالي لازم لابد أن نواصل طريقنا الثقة بالنفس أيضا عندها دور كبير لهنا الثقة بالنفس مليون بالمئة لأنه أساس نجاحك أن تكون متصالح مع ذاتك أن تكون متفق مع نفسك وأن تكون عندك ثقة في نفسك طيب شد قبل أي شيء ما هي الخطوات اليوم اللي يلزم الإنسان يتباحها بش ينجم ينجح في الأشياء اللي عنده هدف أنه يصل لها بش نرجع نعرج على موضوع أنه أنا عندما أسر على هدفي ونعمل مرة وثنين وثلاثة فما ناس تتراجع على هدفها وتتراجع على تحقيق حلمها لأنها جربت مرة وثنين وثلاثة وعشرة ولم تنجح فأنا أقول أو هي نصيحة صغيرة أغير المسار اللي أنت فيه ليس مسار حياتك لا الطريقة اللي أنت تحاول تغير تحقق بها هدفك حتى تصل إلى النجاح لأنه ساعات مش الهدف الغلط بل هي الطريقة الطريقة الخاطئة ولابد بالتالي كما نقول يعني إذا لم تنجح فغير طريقتك ولا تغير هدفك إذا كن يخذوا أمثيل مدم ليلى بن مليك يعني مثال ليلى عبد القادر عفوا مدم ليلى عبد القادر إذا كن يخذوا أمثيلة معنتها كيف يش تنجم لهنا نعطيه أمثلة للناس العظماء الناس الكبار أينشتاين لما حبوا أنه يقرأ ويقرأ ويوصل تعليمه لم يكن ناجح في التعليم هل يعني أنه لن يكون ناجح في الحياة هو من أكبر إنسان أو من صاحب نظرية النسبية يعني هذا البني آدم لو كمل يمكن في التعليم أو غصبوه أنه يكمل في التعليم ممكن ما كانش يوصل لهذا الشيء وغيره أديسون أديسون صاحب العشر تلاف تجربة عندما ضحكوا عليه وقالوا له أنت إنسان فاشل الناس قالوا له أنت إنسان فاشل لأنك تجرب مش مرة مش تنين مش مياه مش ألف ألاف المرات ولم تنجح فكانت الإجابة ببساطة أنا اكتشفت عشر تلاف طريقة خطأ شوف الإيجابية وبالتالي أنا شقول هو كان يقول كلمة أنه كلما أخطأت كلما اقتربت للحل طيب يعني ما هو في الآخر سينتهوا سينتهوا يعني الطرق الخطأ وبالتالي أنا قربت للصحة يعني خذ برشة تجارب ممكن يفشل فيها لكن أكيد ثم تجربة بش تكون ناجحة هذا الكلام يقولنا أنه الإسرار أنه حابب يوصل للهدف متاعه وحابب يوصل للنجاح لأنه هذا من ناس على فكرة كان النجاح تارجت حياتهم هو الهدف اللي نصب عينيهم أن ننجح ولكن قبل ذلك أن ننجح في الفضاء في الهوى صعب نحن أول حاجة لازم نعملها ليجب أن نرسم هدفنا أو نرسم نجاحنا يعني واحد يحب يبني عمارة أو يبني بناية يعني أبشع البنايات أو البيوت اللي نشوفها أحنا اللي يكون الشخص ما كانش مجهز شكلها الخارجي أو نهائي كيف سيكون أحنا من الشروط هذه أنا لن أتبنها هذه توني روبنس حدث كذا قاعدة في طريق النجاح من ضمن هذه القواعد أن تكون النهاية نصب عينيك قبل البداية صحيح أنهية يعني تعرف الهدف في متاعك تعرف وين ماشي هو وين ماشي إذا كان ما استطرتش أهدافك ما تنجمش تقدمه ما تنجمش تنجح قلنا أثيقة بالنفس مهمة الإصرار والمثابرة والإجتهاد مهمة شنو أخر مش نكمل لك أنا توني روبنسي يقول لك كن مبادر نعم المبادرة ضرورية جدا توني روبنسي يقول لك أن تسخر الظروف لهدفك ولا تغير هدفك من أجل الظروف تفهموها كما تفهموها لأن أغلب الناس أن تسخر الظروف لهدفك ولا تغير الظروف من أجل الهدف ولا تغير هدفك من أجل الظروف واضح لأن الناس يقول لك والله أنا الظروف في البلاد مساعدة نيش لمجتمع مساعد نيش يدوني يحطوا لزوبستاكل مع أنت قدامه اللي يعلقوا أخطاءهم أو يعلقوا عدم نجاحهم على شماعة الآخرين هذا شرط أساسي أن تكون مبادر أول شيء وثاني شيء أنك ما تقول لش ظروف بليز والله كل الناس تعيش نفس الظروف ونأخذ أكثر من حالة تعيش نفس الظروف ورغم ذلك ناس تحقق نجاح وناس تحقق أهداف وناس تقعد راخدها في الدار وتشرف القاوة طيب جدا شنوة اللي يخلي ناس تنجح وناس تواصل وناس عندهم نفس الظروف تقريبا وناس تفشل ومعنتها والعزيمة متاحة تكون محبطة واليأس يبدأ قتله كلمة الأولى قلتها أنا قلت هي الكلمة المصطلح الذي نستعمله مهم جدا لأن المصطلح الذي نستعمله يمكن الناس تجهل أو تتجاهل ذلك كل كلمة عندها ذبذباتها وكل كلمة عندها قوتها الكلمة هي أساس فكرنا فكرنا هو أساس نحن أساسنا أحنا فإذا أنا فكرت بشكل سلبي وبشكل خطأ ستكون أفكاري خطأ أو سلبية وبالتالي النتيجة ستكون سلبية عندما يجلس واحد يقول لك أنا الظروف لا تسمح فهذا الإنسان لو حطيت قدامه الفرصة لن يراها لأنه عنده قناعة أن الظروف لن تسمح بينما الثاني لا الثاني أنه شايف مهما كانت الظروف أنا يجب أن أحقق ذاتي أن أحقق أهدافي طيب جدا معناتها قربنا بش نحوصله ونختمه مدم ليلى عبدالقادر تنجمشي تعطينا تكنيك أو تقنيات يمكن اتباحها بش الإنسان وقت لي يحس أنه تعب يحس أنه ثم يأس قدامه يحس أنه نفسه تتعبه ومن نجمشي واصل ويكمل شنو حاجة دافعة بش يقوي العزيمة متاعه بش النجم يصر أنه يوصل للهدف متاعه هذا هو سؤال هو سؤال جميل جدا ولكن الإجابة والله اللي مستسلم واللي يأس واللي ما عندوش عزيمة أنا كليلة لا أستطيع أن أفعله شيء وهو لا يغير الله بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم فإذا هو هذا الشخص ما عندوش استعداد يغير نفسه يغير ذاته يحط أهدافه على فكرة فمن نقطة مهمة جدا التكاتف أنه أنا نحط إيدي في إيدك أنه أنا ما ننجحش على حسابك أنت وأنت لا تنجحي على حساب فلان هذا البرنامج أكيد هو شغل جماعي حتى ينجح حتى توصل الصورة جميلة شغلك شغل المخرج المعد إلى آخره اللي يحط الإضاءة ففيه شغل جماعي عمل متكامل عمل متكامل وعمل متكامل فيه شرط أن يكون وين وين يعني أنت كسبانا وأنا كسبانا لو أنا كسبانا وأنت خسرانا يعني لو أنا اللي نكسب وأنت تخسر لن يكون هناك نتيجة إيدي يحينا أنه نتحطه أنك تكون محاط بأشخاص بهين بأشخاص يعاونوك بأشخاص ممكن ينجم يكونوا خير منك وانت تستمد منهم الشجاعة بيش تكون كيف هم زادة علش لي تكون أحسن منهم مشكولة جدا مدام ليلى عبدالقادر شكرا على الحضور معنا الإسرار الثبات على الموقف ثقة بالنفس وثقة بالله تعالى أول حاجة هذيك هي لتخلي العزيمة متاعك قوية والهدف صلب العينين متاعك وتمشي مباشرة أكيد ناس الكل تنجح حاولوا أنوا تنشطوا الروح متاعكم من داخل بيش تنجم الحاجات التلبية اللي فيكم تخرج وتلقوا حياتكم تغيرت للأفضل شكرا لك مرة أخرى مدام ليلى نمشي ونواصلوا معاكم خليكم معا نغام موسيقي ونختموا بالركن الثقافي في برنامجنا لليوم موسيقى موسيقى لالالالالالالالالالي نتهي ليلي ولا رقلي بس قلبك بيدي دهت في ليلي ولا رقلي بس قلبك بيدي إن الله تحظي بطاق شو بتريدي اعمل لا 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 احمد يا غالت العم يا بيع 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 我們 نشوف يا بيع يا خبيب ايضا بسي كميل اعويج مدير مهرجين بانوراما للفيلم القصير مرحبا سبع خير فاطمة تحيليك وتحيليك كل مشاهدين الوطني شكرا ليك كميل على الحضور بعد قليل نتحطوا على مهرجين بانوراما للفيلم القصير خلينا نبدأ معك مدام بشرة الوسليتي دار الثقافة ابن السيدون تظاهرات الثقافية في معظمها الان متوقفة وشنو قاعدين تشتغلوا اعمالكم اليوم برمجاتكم تمشي صداي من ان الحركة الثقافية بشترجع والوباة هذية يرتفع علي صحيح احنا في وضع صحي صعيب شوية كيف ما نعرفه ولكن رغم هذا موقفناش على الخدمة يعني خدمنا في دار الثقافة ابن زيدون اللي هي مؤسسة ثقافية ذاربة في القدم منذ سبعينات القرن الماضي واللي موجودة في عمق الاحياء الشعبية تلكثيفة السكانية العالية خدمنا زوز مشاريع في 2020 مشروع لمسات تونسية ومشروع اخر ثاني في 2021 مشروع هنا ثقافة ايضا عنا مشاريع اخرى قادمة ان شاء الله معناها وعنا ايضا تظاهرات الثقافية على امتداد موسم ثقافي كامل وما ننسيوش اساس العمل القاعدي اللي متمثل في نوادي الاختصاص بمختلف اشكال التعبيرية من فنو التشكيلية مسرح موسيقى سينيما في القريب ان شاء الله قاعدين نحضروا الملتقى تفل بالعمران في دورة الحادي عشر ايضا بش نستعدوا لتظاهرة ملتقى رقص وايقاع تحت شعار الفلكلور الشعبي هوية ولايري الرمضانية ثم المهرجين الصيفي طيب جدا هذي بالنسبة لبرمجة احنا توعد لتليمذة في الدار ما يقراوش من المفروض انها تكون فرصة ان تليمذة يمشيوا لدور الثقاف هذي ما هوش حاصلة ليه موجود احنا كيفما قلت لك الرهنو على العمل القاعدي المتمثل في النوادي نوادي الاختصاص بمختلفة اشكال والتعبيرية دونك النوادي قاعدة تخدم مشكورين اساتفة نوادي الاختصاص بالنظام الحصة اللي قاعدين يبذلوا في مجهود كبير في استقطاب تليمذة خاصة توا نحافظوا على البروتوكول الصحي على التباعد الاجتماعي ولكن من غير ما نقطع الأنشطان بش هكيكا ما يهربوش علينا الصغيرات خاطر بالحق فتت الانقطاع هذي خلت فما الأطفال وشباب اللي يعصفوا شوي على دور الثقافة ولكن بالتظاهرات بالنوادي نحاولوا نستقبلهم بش يكونوا ديما موجودين معنا طيب جدا مشكورة مدام بشرة الوسليتي سيكميل عويج مهرجين بانوراما للفيلم القصير اللي من المفترض وقتش يكون جاهز للعرض أولا شكرا لك على هذه الاستضافة وتحير كل مشاهدين وطنيين الأولى معلشان كان مبرمج أنه سيقام اليوم بعدما من الواحدة الثلاثة فيبري لكن كما تعرف أنه بلتوكول الصحة والكورونا تم دخيره إن شاء الله الأسبوع القادم الثمانية إلى عشر فيبري الفين واثين عشر بقاعة التهر الشريعة بالمدينة الثقافة حبيت فقط الحظ ندرش بشكل لجمعين الأولية والسيقى المعقين بتونس بتعاون وبشراكة مع المركز الوطني للسينما والسورة والمكتبة السينماية التونسية والشركية معنا الوقف ومعنا في هذا المعرشان مهرجين فيلم القصير هذي مهرجين بانوراما شنو نلقاو فيه نقاو فيه أفلام قصير نقاو فيه أفلام متنوعة عنا حتى الآن عنا 24 فيلم مشارك في المسابقة بينهم 20 فيلم لوائي قصير وأربع أفلام وهذه قي قصيرة وعنا فيلم لافتتاح بشيكون في خارج إدارة المسابقة اللي هو بعنوان حيات للمخرج مرفض مديني كامون ولي بشي تعطى اللي هو الفيلم حيات كان تعطى في المعرجين أيام قردار السينماية في الأفلام 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 التونسية وعيثا حبيت نقول أنه الفيلم بتاعها شركة عديد من المعرجين وفي حالها عديد من الجويس طيب جدا بمهرجين بانوراما للفيلم القصير ليس في دورته الأولى ما الذي يختلف اليوم هذا المعرجين عن الدورات السابقة؟ نعم سبحانه يا شهر المعرجين إن شاء الله سنين بشي فكي من تعرف أن السنين بشيكون الدورات السابقة يختلف عديد من الدورات السابقة بشيكون موجودين عديد من الثيوف ونحشوهم في تونس وعيثا من وسائل الأعلام بشيكون موجودين معنا بعض المخرجين من سواء من تونس ومن خارج التونس بشيكون موجودين الحاصرين بشيكون محرجين بنوراما للفيلم القصير لذولي حا عارضه حابيننا لكونو فعر ف وبشي أفلام من أول مرة وعرض حاصرين في تونس وعرض حاصرين في تونس في المهرجين بان ارامل في القصير التولي فمبرش افلام لتتعرض لأول مرة في المهرجين بالنسبة للعصار لشت تحكيم متكاونا من المخرش مضعفا متكاونا من الممثلة الانسية من وصول اليونانية الينكا سراس والسينمائية والباحثة وانس كامون والمخرش محمد طمامك اللي بشيكونوا في اعطاء لشت تحكيم طيب جدا ان شاء الله بالتوفيق احنا اكيد بشيكونوا في المتابعة المهرجين دي انطلق نهار ثمانية ما بشي انطلق من نهار ثمانية الى عشر فيفري في قاعدة رساعة متى ثقافة والدخول بشيكون دخول مجنة طيب جدا ان شاء الله بالتوفيق لك كاميل عويج في هذا المشروع اللي نعتبره مشروع ثقافي مهرجين بانوراما للفيلم القصير هي مبادرات شابة مبادرات فردية شاء الله بالتوفيق شكرا لك نمشي ونواصلو معك مدام بشرة دار الثقافة ابن زيدون هل هي في مرحلة صيانة الان هل هناك مشاريع توسعة كيف هي الامور خاصة بالنسبة للهيكل البنية في حد ذاتها ولا هي في الحقيقة نعانيهم مشاكل من ناحية البنية التحتية المؤسسة عنا اشكال عقاري كبير بالنسبة لدار ثقافة ابن زيدون منذ 2011 عنا اربع عائلات مستحوثة على اربع فضائقات تابعة لدار ثقافة ابن زيدون احنا معناها المساحة اللي نصد فيها مساحة ضيقة ضيقة مقارنة بعداد المنخرطين اللي يتجاوز متين وخمسين منخرط لم يتم حل هذا الاشكال لليوم لليوم ما زل ما تمش حل الاشكال لانه فيه عديد الاطراف المتداخلة ان شاء الله نطمحوا انه الاشكال هذا يتم تسويته وقريبا يعني كيف موقتلك الوزارة بذل مجهود بش يعني نتخطى والاشكال هذا ويعود معناها بالنفع على كيف متساكنية منطقة العمران ولكن هذا ما منعناش من خلال المشاريع اللي قدمناها كما مشروع لمساة التونسية ومشروع هنا ثقافة من صيانة وتأهيل دار الثقافة بش تستقطب اكثر عدد ممكن من المنخريتين وتكون ما كتعرف تاوى المنخرتين يعني من شباب والأطفال ولا هم الطلبين معناها بش يجيل دار ثقافة لازم تكون مزيانة لازم تكون حلوة لازم يكون فيها اي حاجة فيها كل حاجة معناتها ماذا بيها انه يلقاها للترفيل يحس روحو كي انه في داره في دار دونك احرسنا كيف ما قلتلك من خلال المشاريع هذو مزوز اللي هما بدعم من المندبية الجهوية للثقافة بولاية تونس وبشاركة مع جمعية المنرة للثقافة والفنون من تأهيل وسينة دار الثقافة تأهيل الركح الخاص بقاعة العروض يعنيها زينا لفضائت دار الثقافة انت تحدثت على مشروع لمسات تونسية المشروع هذا شنو اللي فيه معناتها تنجم تقول انه الاطفال يقبلوا عليه بكثرة ويحبوه شنو البرنامج اللي فيه هو المشروع لمسات تونسية في 2020 يعني قمنا به كان كيف ما قلتك بشاركة مع جمعية المنرة الثقافة والفنون خدمنا على كل ما يهم ما يهم صناعة تقليدية التزويق من خلال الأقم شمتين التونسية الحولي الحياة المالية بضعبت ورشات ورشات تحت اشراف مختصين قمنا بخلال تزويق للفضائط دار الثقافة يعني كل سواب جيداريات وإلا معناها تزويق تزيين الأبواب متاع دار الثقافة بطريقة فنية يعني الباب بخذينه كين ومرأة ولبسناه لبسناه اللبسة التقليدية اللي بالمالية اللي لبسة الحمامية جباشتار خدمنا أيضا على صناعات التقليدية الخلالة كيفاش يصنعوا الخلال كيفاش يصنعوا الخلخال يعني برشة حاجات مزيانة وحلوة وتدخل في التكوين زي دا متاحهم الناس هذوما اللي دات صغار الشباب اللي يقبلوا على دور الثقافة تدخل وتساهم في التكوين الثقافي متاحهم إلى أي مدى النوعية هذه متاع الأنشطة الثقافية اللي من المفروض نطوروا فيها ونكثروا فيها في دور الثقافة نجم تسقل المواهب لدى الطفولة متاعنا صحيح يعني احنا نحرص في كل التظاهرات الثقافية اللي نشرف عليها وانه تكون عديد فما العديد من الورشات التكوينية في مختلف الاختصاصات يعني احنا نبحث على المواهب الشابة ونسقلها من خلال الورشات أو من خلال نوادي الاختصاص اللي موجودة عنا ونحب نقول اللي احنا اخيرا مازلنا يخدمنا مشروع بعنوان جنح جنح بالموهبة جنح بالفن بشاركة بين ثلاثة دور ثقافة اللي هي دار ثقافة ببسويقة دار ثقافة جبال الجلود في تجربة نموذجية نوعية على مستوى وليت تونس وانه قليل بشترقة ثلاثة دور ثقافة يخدموا بشاركة مع بعضهم وبشاركة ايضا معاها جمعية لوجنا على المواهب الشابة في اختصاصات الفنية والفائزين بالمراتب الاولى ان شاء الله بتكونوا بحضينا واضغطيوا زادة فهمتني الحفل اللي بش يكون ان شاء الله في افريل المتواجين بالمراتب الاولى احرصنا وانه يكونوا يتبعوا التكوين متاحهم يكملوا في التكوين في اتار المتابعة يعني الفائز المرتبالولة في الموسيقى بش يكمل في سيدي سابر المرتبالولة في المسرح بش يكمل في دار المسرح المرتبالولة في الرقص بش يكمل في قطب البارية ورقص في مدينة الثقافة يعني لازم يخرج كما اقولوا اما بطاقة احتراف فني او بشهادة تخولوا انه ينخرط في اي مشروع ثقافي شكرا لك هذه مهم برشة انكم ايضا كمسؤولين على الفضائط هذه انكم تشرفوا باش اتحافظوا عليها تزيدوا وتطوروا فيها وتطوروا في الانشتم تاحا وعلى رغم صعوبات رغم صعوبات المسؤول بالنسبة لي انا واللي يتحط مدير في مكان معين اذا كان ما ينجمش حجم المسؤولية هذيك معناتها الهناء يولي اشكال يلزم هو عنده قدرات انه يجيب عنده سلطة قرار وسلطة انه يعمل نيجوسياتيون يعني يتفاوض باش يجيب وباش يخذ هذا هو مشكورة باش مدير دار ثقافة ابنو زيدون شكرا ايضا كاميل عويج مهرجين بانوراما الفيلم القصير نمشيوا الصبرين نشوفوا الميكلام ونرجعوا نختم احنا تبارت اليوم حضرت هذي صلاة متاعنا وريدكم كيفاش عملناها هذي البسكوية اللي قلنا باش نعملوه بالشوكولات كيف نجمو نحطو فيه معجون هو يكفي انو نعملو فيه كل حفرة صغيرة قبل ما يدخل للفور باش من بعض نجمو نحطو من داخل شوكولات ولا معجون ولا كراميل كل واحد يحط اللي يحب انا حتيت شوكولات وحتيت كعبة بستاش ومبعد عملت رشة صغيرة سكرة محور وهذي المقرونة بتاعنا اللي قلنا ما كان شي زي سمها جراتيني في الفور باش نوريكم كيفاش هذي المقرونة تبدأ كلها جبن نجمو نقدموها مع دي شوفغيت وإلا بولي وإلا حتى من غير حتى شي يكفي دي جاس لتتنا فيها هي البروتين اللي هو الكالامار دونك المنوم متكامل متوازن يكفي انو حتينا الخضرة بالتبيعة كل شي موجود ليبات حتينا ليف خماج هذي المنوم بتاع اليوم ان شاء الله يكوني عجبكم مشكورة صبري نعطيكم متبارة جديدة يعطيك صحة صبري شورة شكرا ليك على زيدي متع الماكلة أنا النوعية هذه متع الماكلة نحبها لحقيقة إذا كعليش نشكر كبرش على المنوم متاع اليوم إن شاء الله نطبقوا زيدي شكرا ليك ما لا أخرى شكرا سيد المشاهدين كل اللي يتواصلوا معنا اليوم في هذا الصباح ثلاثة ساعات من البث المباشر مهيش سهلة لكن نحاول أني نقدم لكم مادة أعلمية تليق بالتلفزة الوطنية تليق بقيمة أيضا البرنامج وتليق أيضا بسداء المشاهدين نطلقوا غدوة إن شاء الله نفس التوقيت تسعة متع الصباح مباشر في أمان الله إلى لقاء تحية الكامل الفريق العامل معنا في هذا الصباح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة